حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن زياد بن نعيمين الحضرمي عن زياد بن الحارف الصدائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن يا أخا صداء قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يعلى بن حكمين عن سليمان بن يسار عن رافعي بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلث والربوع أو طاعمين مسمى قال فأتانا بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع لنا وأنفع قال قلنا وماذاك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أما من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلوث ولا ربع ولا بطعمين مسمى قال قتادة وهو ظهير ترجمة نانسي قنقر